السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله والسؤال الثاني الله يجازك بخير بغيت غين يسولك هذو الفلوس اللي كيقولوا لهم تعالي زين تغي هنا يا في جعل ابناك يكونوا هذو الفوائد ما كنعرفش لمن نعطيهم ما كنعرفش هذو الفوائد في من ديزين ولكن السؤال الخاص السؤال اللي سؤالنا كنعني به واش ديزين في المقربين مثلا اخ ولد اخ او جدة واش ديزة فيهم ولا خاصنا نعطيهم لابعاد من العائلة نعم من سئيا الاسئلة الطويلة السؤال الثاني المال الذي يكون في الابنك عندي واحد رصيد دي المال فين نغنديرو نخليه في الدار قد يسرق وقد يحرق وقد يطمع فيه فين غنديرو غنديرو في البنكة البنكة شيئون ايد تيراري لان لان البنكة محمي عنده واحد سيستام عنده نظام امني فلوس محدودة في البنكة ما تخاف عليها الوقت اللي بغيتها ستأخذها تخلى في الدار ديالك انتو زهرك يقدر اي واحد يطمع فيها اسرقها او تتلف او غير ذلك لكن كاللي عنده الفلوس في البنكة واحد يتعمل داخل الخارج ما علي حرج لكن اللي عنده واحد الرصيد ما غيستعملوش لمدة ثلاث اربع سنوات ربما كيجمع باش ديالسي استثمار هاداك المال كيقول واش نخليه جاري ولا نخليه ندير فيه بلوكاج بلزان تغير إلا خليه جاري احسن كان افضل واكرم إلا دردن له بلوكاج غا تكون فيه فوائد هادوك الفوائد اشان ديروا بهم بعض العلماء يقول لك ما تاخدهمش خليهم مالي البنك لان مال جاءك بغير تعب لكن في وقع آخر يقول لك لا النظام وقائم قائم لا غا تغيروش ما غا تغيروش انت اولى انا اولى الاخر هاداك هناك ندخلو ايضا حية شرعية جديدة اش كنديرو هنقول بان ذاك المال عوضة ان يبقى تستفيد منه المؤسسة البنكية وهي غنية وعند اموال طائلة الله يزيد ويبارك فيها كان من بأولاء ان يستفيد منه الفقراء البنكة ما كتتعامل مع الفقراء البنكة كتتعامل مع الاغنية الفاقلة جاء عندما تقول اسمح لي هذا ماشي موطن دي الصدقة سير الاغمال الاجتماعية البنكة كتتعامل مع الاغنية وانت غنية عندك مال هل غا تخليه البنكة تقول لا اعيده للفقراء لان المقصود من المال اننا نستثمره لنعيده نصيما منه للفقراء الفكرة باختصار اللي قالوا العلماء بدون تفصيل وهي ان الانسان هذاك المال اللي عنده كثير وما يحتاجوش اصرفه هذه الأيام لسانة سنتين كده لي بلوكاج وكترة تبع لي فائدة هذه الفائدة يسحبها ويأخذ هوايا لانه لم يتعب فيها ولم يشقع ما يخليها للبنكة لان البنكة مؤسسة نقدية لباس عليها وفيها رؤوس أموال أجنبية من هو أولى بذلك المال فقراء البلد فقراء البلد وما أولى الناس بذلك المال انتزع ذلك المال ونعطيه للفقراء والمساكين بل ما نسميه بل ما نقول هذه هذه فوائد بنكية علش لان المال حينما قاعدة فقهية في الفقه المالي يقول المال إذا تحول حل المال إذا تحول حل ذلك المال لوفائد لقدت أنا حرام علي هتعرف المصدر ديالو وأنا سببه ولكن إذا تحول مني إلى غيري إلى غيري غادي يكون حلال لأن المال إذا تحول حل حل واحد مثلا أنا عنده المال جمع من الحرام رأى هو حرام عليه من اللي يموت وكين تقل عن طريق الإرت إلى وراتته حلال عليهم ما كيبقاش حرام وخاوه واختصبه ودر شوى ودر ربا وجمعه بالحرام من اللي يموت ينتقل المال إلى الورتة بالنسبة إليم حلال هكذا هو دواليك هدك المال بنتي نجود أن تزعه من البنك وأعطيه لفقراء البلد نقلب على الفقراء إذا كانوا الأقاري بديوا لي احتموا فقراء نعطيهم ما أولى إذا كانوا أغنيا لا نقلب على الفقير لأن المقصود من المال اللي ربا عز وجل نادى بالصداقة به يعطى للفقراء والمساكين إذا كانوا في عائلتي والوسط ديالي وجيراني فقراء هما أولى من الغريب أولى من الغريب أما إذا كان العائلة ميسورة أو مستورة نقلب على الفقراء اللي مضرورين جدا عندهم أحكام بالإفراغ عندهم شيكات بدون رصيد مهددين باستجن وقد أعصيروا هؤلاء نقلبوا عليهم ونعطيهم لهم ونعطيهم للمرضى اللي كي تعالجوا طريقة سهلة بنتي باش نقلبوا على الفقراء سهلة غانمشي للمستشفى غاد يلقى الأماكن ديال المرضى غاد يلقى واحد مجموعة ديال المرضى تمامايا رمش يدين الصف عندهم أدوية غالية وعندهم عمد جراحية وكيخموا بليل وبالنهار غنطلق عينيا نقلب هنا نقلب هنا غلقاش كل محتاج وانساعد غنشي للمحكامة المحكامة فيمكن الأحكام ديال الإفراغ واحد مجموعة ديالناس عندهم أحكام قضائية بالإفراغ غيتشردوا ما عندهمش وقالهم العسر في أداء الكراء كان نفسع لهم هكذا دواليك ووربي سبحانه وتعالى يتقبل منك ومن الجميع أما الأمر التالث الأخير الولد ديالك من أهل القرآن يكفيه شرفا أنه من أهل القرآن لأن القرآن قرآنه في صدره يشفع له عند الله سبحانه وتعالى عدق عن الشفاعة الكاملة أسأل الله الواحد الأحد أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح الجنات ويحفظك يا بنتي نجود ويزيدك الله إيمان ويقين وتحية كبيرة لكل جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج الأسئلة الطويلة السؤال الثاني المال الذي يكون في الأبنك عندي واحد رصيد دي المال فين نغنديرو نخليه في الدار قد يسرق وقد يحرق وقد يطمع فيه فين نغنديرو نغنديرو في البنكة البنكة شيء إيد تيراري لأن لأن البنك محمي عنده واحد عنده نظام أمني فلوس محدودة في البنكة ما تخاف عليها الوقت اللي بغيتها ستأخذها تخليه في الدار ديالك نتوزهرك يقدر أي واحد يطمع فيها يسرقها أو تتلف أو غير ذلك لكن كل اللي عنده الفلوس في البنكة واحد يتعمل داخل الخارج مع لي حرج لكن اللي عنده واحد الرصيد ما غيستعملوش لمدة ثلاث أربع سنوات ربما يجمع بشيديس يستثمار هذا كل المال يقول وش نخليه جاري ولا نخليه ندر فيه بلوكاج بلزان تغير إلا خليه جاري أحسن كان أفضل وأكرم إلا در در له بلوكاج غير تكون فيه فوائد هذك الفوائد أشن ديروا بهم بعض العلماء يقول لك ما تاخدهمش خليهم مالي البنك لأنه مال جاءك بغير تعب لكن في وقع آخر يقول لك لا النظام وقائم قائم لا غير تغيروش ما غير تغيروش أنت يا ولا أنا ولا الآخر هذك هناك ندخل أيضا حية شرعية جديدة أشن ديروا كنقول بأن ذك المال عوض أن يبقى تستفيد منه المؤسسة البنكية وهي غنية وعند أموال طائلة الله يزيد ويبارك فيها كان من بأولاء أن يستفيد منه الفقراء البنكة ما كتتتعامل مع الفقراء البنكة كتتتعامل مع الأغنية الفاقلة جاء عندها ما تقول اسمح لي هذا ما شيء موطن دي الصدقة سير الأعمال الاجتماعية البنكة كتتتعامل مع الأغنية وانت غنية عندك مال هل غا تخليه البنكة قد تقول لا أعيده للفقراء لأن المقصود من المال أننا نستثمره لنعيده نصيما منه للفقراء الفكرة باختصار لقال العلماء بدون تفصيل وهي أن الإنسان هذا المال لديه كثير وما يحتاجه إصرفه هذا الأيام لسانة سنتين كده لي بلوكاج وكده تبع لي فائدة هذه الفائدة يسحبها من يأخذ هوايا لأنه لم يتعب فيها ولم يشقع من يخلها للبنكة لأن البنكة مؤسسة نقدية لباس عليها وفيها رؤوس أموال أجنبية من هو أولى بذلك المال فقراء البلد فقراء البلد وما أولى الناس بذلك المال أن تزع ذلك المال ونعطي للفقراء والمساكين بل ما نسميه بل ما نقول هذه أنتغي هذه فوائد بنكية علش لأن المال حينما قاعدة فقهية في الفقه المالي يقول المال إذا تحول حل المال إذا تحول حل ذلك المال لوفائد لقد قلت أنا حرام علي هتعرف المصدر دي وأنا سببه ولكن إذا تحول مني إلى غيري إلى غيري غدي يكون حلل لأن المال إذا تحول حل حل واحد مثلا أنا عنده المال جمع من الحرام رأو حرام عليه من اللي يموت وكين تقل عن طريق الإرت إلى وراتته حلال عليهم ما كيبقاش حرام وخاو اغتصبه ودر شوا ودر ربا وجمعوا بالحرام من اللي يموت ينتقل المال إلى الورتة بالنسبة لهم حلال هكذا دواليك هدك المال بنتي نجود أن تزعه من البنك وأعطيه لفقراء البلد نقلب على الفقراء إذا كانوا الأقاري بديوا لي احتموا فقراء نعطيهم ما أولى إذا كانوا أغنية لا نقلب على الفقير لأن المقصود من المال لربعز وجل نادى بالصدقة به يعطى للفقراء والمساكين إذا كانوا في عائلتي والوسط ديالي وجيراني فقراء هما أولى من الغريب أولى من الغريب أما إذا كان العائلة ميسورة أو مستورة نقلب على الفقراء اللي مضرورين جدا عندهم أحكم بالإفراغ عندهم شكات بدون رصيد مهددين باستجن وقد أعسروا هؤلاء نقلب عليهم ونعطيهم لهم ونعطيهم للمرضى اللي كيتعالجوا طريقة سهلة بنتي باش نقلبوا على الفقراء سهلة غانمشي للمستشفى غاد يلقى الأماكن ديال المرضى غلقى واحد مجموعة ديال المرضى تمامايا رمش يدين الصف عندهم أدوية غالية وعندهم عمد جراحية وكيخموا بليلو بالنهار غنطلق عينيا نقلب هنا نقلب هنا غلقاش كل محتاج وانساعد غانمشي للمحكامة المحكامات ممكن الأحكام ديال الإفراغ وحد مجموعة ديالناس عندهم أحكام قضائية بالإفراغ غايت شردوا ما عندهمش وقالهم العسر في أداء الكراء كان نفسع لهم هكذا دواليك وربي سبحانه وتعالى يتقبل منك ومن الجميع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله